يا صباح الخير عليكم يا نهواندو يا كريم وعلى كل مشاهدي قناة الأهلي في كل مكان بداية أسبوع جديد من داخل مقر النادي الأهلي بكزيرة وهنقلكو آخر أخبار الفراء الرياضية في البداية هبدأ بين شئين كرة القدم الحقيقة أن شباب 99 بيتصدروا قمة بطولة الجمهورية طبعا بعد انتهاء مرحلة المجموعات الحقيقة أن النهاردة من المقرر أنها تقام قرعة المرحلة النهائية بمقر اتحاد الكرة يعني الحقيقة تأهل بجانب النادي الأهلي من المجموعة الأولى فريق أمبي وكمان الانتاج الحربي من المجموعة الثانية الزمالك والإسماعيلي وسيراميكا كيليوباترا أما عن المجموعة الثالثة فتأهل منها سموحة المقولون العرب وكمان فريق بيرميت يعني أي فريق هيواجه النادي الأهلي في الآخر احنا بنلعب على الفوز بلقب وبطولة الجمهورية أما عن شباب ونشئين 2005 في الحقيقة هم قدروا يفوزوا على فريق الطيران بسبعية نظيفة ضمن منافسات بطولة المنطقة أحرز الحقيقة هاتريك اللاعب سيف أيمن كمان أحرز الأهداف سيف الطيب أحمد عزة يحية أحمد و أحمد فكري وبكده يكونوا رفعوا نقاطهم ليه 18 نقطة والحقيقة تصدر المجموعة والفوز في جميع المباريات بالعلامة الكاملة في 6 مباريات أما عن فريق 2006 في الحقيقة هم قدروا أيضا يفوزوا على فريق سموحة فوز غالي جدا بنتيجة 2-1 يعني يمكن كان افتتح التسجيل سموحة في الدقيقة الثانية من الشوت الأول لكن الأهلي قدر يتعادل قبل نهاية الشوت الأول ويحرز بقى هدف الفوز في اللحظات الأخيرة من المباراة يعني يمكن الدقيقة 94 وكده يكون رفع الأهلي نقاطه لـ 24 نقطة وأضاف الحقيقة ثلاث نقاط غاليين جدا كان أحرز الأهداف عمار وليد وكمان اللاعب عبد الرحمن النحاس خلونا بقى دلوقتي ننتقل لأخبار الألعاب الأخرى ونبدأ بكرة السلة والحقيقة أن بطولة جديدة بتضاف لبطولات إدنية الأهلي بعد تتويج فريق شباب 16 سنة ببطولة منطقة القاهرة جاء ذلك طبعا بعد الفوز على فريق الجزيرة بنتيجة 67 ستة وأربعين يعني حقيقة حبة أبارك طبعا لكل اللاعبين وكمان الجهاز الفني الحقيقة كان أداء مشرف جدا والحقيقة قدروا يحصلوا على البطولة عن استحقاق أما عن رجال كرة السلة فالحقيقة أن هم قدروا يفوزوا على فريق جزيرة الورد بنتيجة 95-77 ضمن طبعا الدور التمهيدي من بطولة السوبر يعني الحقيقة أنه بداية بطولة جديدة وإن شاء الله تكون من نصيب رجال الأهلي أما عن شباب سلة 20 سنة فالحقيقة أن هم خلاص بيتأهلوا للمباراة النهائية من بطولة المنطقة يعني الحقيقة ده طبعا بعد الفوز في إياب نصف النهائية على فريق مدينة نصر بنتيجة 56-40 يعني خلاص الأهلي على خطوات من الحصول على بطولة جديدة وتضاف إن شاء الله لتاريخ كرة السلة بالنادي الأهلي خلونا دلوقتي بقى ننتقل للعبة كرة الطيرة الحقيقة أن السيدات كرة الطيرة أو زي ما بيلقبوا بفتيات الذهب قدروا يحققوا فوز على الزمالك ضمن منافسات بطولة الدوري بنتيجة 3-1 يعني الحقيقة أن طبعا الفوز على الزمالك بيكون ليه طعم خاص عند كل الأهلوية والحقيقة أن كابتن حمضي الصافي كان صرح للموقع الرسمي للنادي الأهلي أن الفوز على الزمالك هيكون دافع قوي لاستمرار سلسلة الانتصارات في بطولة الدوري أخيرا بقى رجال الطيرة قدروا يفوزوا أمس على فريق مصر البترول بنتيجة 3-0 ضمن منافسات بطولة الدوري الحقيقة عملوا أداء قوي جدا وكان كابتن محمد مصرحي المدير الفني للفريق أشهد الحقيقة بأداء اللاعبين يعني برغم الضغط وكمان تلاحم المباريات وبعض الغيابات بسبب الإصابة بفيروس كورونا لكن الفريق بيؤدي أداء قوي جدا ومستمر في الانتصارات في مباريات في بطولة الدوري دي كانت أبرز وأهم أخبار الفرق الرياضية داخل مقر النادي الأهلي بالجزيرة العودة لكم مرة تانية في الستوديو شكرا جدا يا هانا